السؤال بعد كده بيقول أنا بقرأ صورة البقرة في يوم وصورة أهل عمران في يوم ولا لازم الاتنين في يوم واحد لا يجوز أن حضرتكم أن حضرتك أو حضرتك تقرأي صورة صورة البقرة في يوم وصورة أهل عمران في يوم ومش لازم تجمع يوم في يوم واحد عشان تكوني من أهل التحصين أو من أهل الاحتفاء بالزهروين لا خالص أنت يجوز أن أنت تقرأي ده في يوم وده في يوم ويحصل لك الثواب العظيم إن شاء الله ويحصل لك البركة والنور والفضل والنعمة